المجلس النيابي الممارسة الدور الرقابي والتشريعي تحقيقا للأهداف التنموية والمصالح العليا للوطن استنارة بالرؤى الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليثة عاهل البلاد المفدأ يده الله ورعاه جاء ذلك خلال لقاء عقد عن بعد بين معالي رئيسة مجلس النواب ومعالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليثة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حيث رفع لمعاليها تقرير ديوان الرقابة السنوي السابع عشر لسنة المهنية الفين وتسعة عشرة الفين وعشرين وذكرت معاليها أن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية يمثل مرجعا مهما ووثيقة معلوماتية دقيقة تساند أصحاب سعاد النواب في القيام بدورهم الرقابي مؤكدة أن المجلس سيتعامل مع تقرير الديوان لهذا العام وفقا للإجراءات القانونية تساند أصحاب سعاد النواب تساند أصحاب سعاد النواب وشيء سعاد النواب وشيء سعاد النواب وشيء سعاد النواب شكرا